ديفو الحصاد من الناصرة نظير مجلية الخبير في شأن الإسرائيلي أهل بك معنا سيد نظير ما نتابعه الآن داخل الجيش الإسرائيلي يعني ربما لا نقول حالة عصيان عسكري نما نقول حالة رفض الأوامر عسكرية ما حدث في سرب المطارق الجوي ما سببه برأيك؟ مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين والمشاهدين والمشاهدة السبب الأساسي هو أن الجيش يعتبر قوة أساسية في معارضة الخطة التي جاء بها نتنياهو ورفاقه في الحكومة لتغيير منظومة الحكم والإضعاف الجهاز القضائي ليس فقط القضاء بل منظومة الحكم هناك هجوم أيضا على الإعلام هناك هجوم على الأكاديميا على حرية التعبير في الأكاديميا على حرية العمل التقافي وغير ذلك ولذلك نرى أن هناك قطعا واسعا الدولة العميقة في إسرائيل هي التي تحارب هذه القطة والجيش يشكل عنصرا مركزيا فيها وباعتقاد أكثر من قضية تمرد في الجيش ولن يكون تمرد لأن الجنود لا يتمردون على قادتهم في هذه الحالة هم يتحدثون عن أن الدولة التي مستعدون أن يخدموا فيها ويضحوا بأرواحهم من أجلها هي ليست الدولة التي يحاول نتنياهو أن يبنيها بل هم يشعرون أن نتنياهو يهدم الدولة التي يضحون من أجلها وهم ليسوا مستعدين للتضحية في سبيل الدولة التي يريدها ومن هذا الباب هو تهديد عسكري أكثر بكثير مما هو تبرد على أوامر القيادات العسكرية سيد نظير حضرتك تسمي هذه الحالة تمردا عسكريا تسميها هكذا؟ أنا أسميها محاولة من الجيش للتهديد لتهديد القيادة السياسية اليمينية فأنه لن يكون مستعدا لأن يقبل باستمرار الوضع القائم عندما يتحكلم الجيش بهذه اللاهجة هو تهديد في انقلاب عسكري ربما ليس ذلك الانقلاب التقليدي الذي نعرفه ولكن هناك حقيقة أساسية أن المتظاهرون في المظاهرات الاحتجاج الضخمة في مركزهم تجد أولوف من الجنود الجيش الاحتجاج والضباط بل نجد بناهم جنرالات سابقون ورؤساء أركان سابقون وكشف يوم أمس أن من ضمن قيادة العملية الاحتجاجية يوجد دان حلوتس الذي كان رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي وقائدا لسلاح الطيران في حينه فنحن نتحدث عن جيش موجود في قلب المعركة طيب هل هذه حالة غريبة على الجيش الإسرائيلي؟ هذه الحالة هي الأولى أن يكون هناك سبب سياسي متعلق بالإصلاح القضائية في إسرائيل تحدث على إثره حالة رفض في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تظهر للجميع على أنه عسيان للأوامر؟ حصل في إسرائيل أن يكون هناك نوع من التمرد أو من الاحتجاج الذي يجعل ضباط في الاحتياط ينزلون للشارع في مظاهرات في قضية مثلا بعد حرب أكتوبر حصل هذا الأمر بعض الجنود الاحتياط فعلوا الأمر نفسه عندما تم فصل القوات أو فصل إسرائيل عن قطاع غزة ولكن ليس بهذه الكمية الضخمة الموجودة اليوم وليس من أجل قضية الحفاظ على أنظمة الحكم هنا يتحدثون عن خطر لتزعزعة أركان الحكم الديمقراطي في إسرائيل تغيير منظومة الحكم وليس فقط القضاء تغيير منظومة الحكم هذا ما يشعرون أنه يحصل وفعلا هذا يحصل ونجد أن الدولة العميقة في إسرائيل تدب كل قوتها ضد هذا التواجه الصحح لها هذه الجملة أرجوك يا سيد نظير سبعة وثلاثين طيارا إسرائيليا رفضوا تنفيذ الأوامل العسكرية رفضا لتحصين نتنياهو في مقترحه الخاص بإصلاح منظومة القضايا في إسرائيل هؤلاء هم سبعة وثلاثون أهميتهم أنهم من مجموع أربعين طيار يعني أكثر من تسعين بالمئة من هذا السرب من قيادة الطيران ونتحدث عن الطائرات التي تقوم بالغراض الإسرائيلية في سوريا يعني عمليا هم الذين يقودون الحرب ما بين الحربين هكذا تسمى يعني هم قوى أساسية في القتال وهؤلاء لم يتمردوا على الأوامر بل قرروا أن لا يأتوا إلى التدريبات وبدلا من أن يذهبوا إلى معسكر التدريب يذهبون إلى مقر رئاسة الحكومة ويتظاهرون بصمت هناك ضد كل العملية التي يقودها نتنياهو لتغيير أنظمة لها يرفضون تحسين نتنياهو من الملاحقة القضائية؟ هم طبعا يرفضون ذلك هذه واحدة من الأسس يعني الكل يعرف أن ما يريده نتنياهو من كل الألبة التي يقوم بها وليس تغيير نظام من أجل إصلاح القضاء ويريد القضاء على القضاء أو تهديد القضاء على الأقل حتى يتراجع عن محاكمتك الشخصية في كل واحدة اتهام الفساد ونتنياهو يذهب أبعد بعيد من ذلك أيضا يوم أمس سنة قانونا في الكنيسة الأكترية اليمينية في الكنيسة سنت قانون يجيز له أن يأخذ هدايا من أشخاص معينة لتمويل محكمته أو لتمويل أمور أخرى مرتبطة بالصحة وبمصاريب أخرى يعني قضية فساد معلنة المستشارة القضائية للحكومة تقول أن هذا فساد وهو يجرأ البلاد كلها إلى هذا الاسلوب من العقوب في سؤالي الأخير سيد نظير أرجو أن تفسل لنا تصريح يئير لابيد زعيم المعارضة لأنه غير منطقي في حقيقة الأمر يعني يئير لابيد يقول أن بعض الأحزاب المشاركة في حكومة لتنياهو تدعو صراحة إلى عصيان الأوامر العسكرية في الجيش الإسرائيلي فصل لنا هذا التصريح هو يقصد أولئك المستوطنين الذين ينتشرون في المناطق الفلسطينية المحتلة ويعتدون على الفلسطينيين ينفدون جرائم هناك ويعتدون حتى على رجال الجيش شاهدنا أحد المستوطنين يحاول دهس ضابطا من قوات الجيش مع أن الجيش متآمر مع المستوطنين متحالف معهم وشريك معهم في الكثير من الاعتداءات لكن في الفترة التي كانت فيها عملية الهجوم على حوارة حاولوا دهسهم والجيش لم يتحرك عمليا في البداية لم يمنع أولئك وكانت مقتوري أن يمنعهم من الدخول وتنفيذ المدبح في حوارة واكتشفنا فيما بعد أن هناك اثنين من المستوطنين تم اعتقالهما إداريا خلال الأيام الماضية وتبين أن هلو كانوا يخططون لعمليات مدابع في هذه الأماكن أخرى فالجيش يحاول صدهم هذه جريمتهم وهم يحاولون أن يتصدوا للجيش المستوطنين ويدعون الجنود أن يتمردوا على الأوامر العسكرية التي تغلق بسبب إيطاريا الطرق لكي تمنعهم من دخول القرى الفلسطينية لتنفيذ المزيد من التجمعات ترجمة نانسي قنقر